السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عام جديد سعيد ملقه ان شاء الله صحة ولهنا وكل ما تتمنى يجيكم في خير وعلى خير ورب يرفع لنا هذا البلاء وهذا الوباء كي ما راكم تشوفوا لهنا معايا عندي فاطرة خمس دقائق ولا سلكت المحاين فاطرة جد بسيطة بالمكونات بطرقة العمل والحشوة تحها دائما يكون اختياري يعني كل واحدة تحشي واش تحب هي نبدأ على بركة الله في المكونات التاح البسيطة جدا عندنا فيها الماء عندنا الفارينة وعندنا الملح عندي شوية زيت شوية بيكاربونات ولا الخميرة القاتو فقط ولهنا الماء انا دبت 100 ميليليتر تاع الماء تقابلها 200 قرام متاع فارينة يعني كل زوج كيسان ونص تاع فارينة يقابلها كاس إلا زوج صباح تاع الماء درت الزوج مغارفة زيت الزيتونة اللي هنا استعملت زيت الزيتون بطرت شوية تعمل وهذه بيكاربونات الصوديوم أنا ما عنديش خميرة تاع الكسرة درت بيكاربونات خميرة تاع القاتو عفوز درت البيكاربونات فقط نخلطوها مليح وننلحو الفارينة ونلمو اللي هنا ما تحتاج العجن ما تحتاجني باطر ولا العجن حتى تدرك باليد بزاف ماهيش يعني لازمة هي تجينا شوي كيما كيما رخسيس حاكم تشوفو فيها اللي هنا درت نحي الفوي واللمها يعني اللمها بيدي فقط ما تحبش تعجنيها بزاف كيما رخم تشوفو بعد ما لميتها هاني كيفا فرقتها لهنا درت شوي فارينة أبساد اللي فلوندت خاضاي اللي هنا نعتنكم ليمش معجونة لحنا كم تشوفو فيها تتقطع يعني اللي عجين كيما يتقطاش كيتفتحو هيكا بيديكم ما يتقطاش تعرفو باليوم معجون مليح يعني اللي هنا ما هيش معجونة مليح ولكن اكم تشوفو في احتى يعني احتى نجي بدي مليح باش تتقطع هذا اللي هنا شكلت فيها ربع حبات انتاع هذا الفاطير انتاعي اللي هنا واش درت انا اللي هنا درت بابي كوي سون تحت فقط باش نرفد فيه اللي بغا تدير طور شون اللي بغا تدير ساشي يعني كل واحدة واش تحب تدير اللي تحب تخدم هيكا وترفد ترفد اي شوية جارية على هذا كنا درت لها هذا اللي بابي باش تبقالي يعني محافظة على شكلها حكمت اللي هنا عندي الفرمج تا الحبات اا خلطته مليح واراكم تشوفو فيا نديرو في الطبقة الاولى نفرشو في الطبقة الاولى كما كيما تشوفو اللي هنا الثاني انا حليت حتى القرصة الفوغانية وحطيتها اللي هنا على ذلك الحبيبات اللي هنا محبي الكاشير الباطي اااااااااا اي حاجة يعني طانك كل واحد وشي يحب ولا ما يحبش يدير بيونده شي ولا بولي ااشي واللي حب حتى يدير الخضر كيشغل تكشوكا ويحطها يعني كل واحد والحشو اختياري دائما نقولكم الحشو اختياري هايكي القرصة الثانية اللي درتها فتحتها بزاس بوصة جات شوي كبير على هذي اللي هنا جيت نعلق وبعد تفكرت بلي ما درتش الفرماج رابي نحيتها وعاودت درت الفرماج رابي هاكم تشوفوا لعنا نحيتها بعد ما جيت نعلق تفكرت بلي ما درتش الفرماج نحيتها وراني قاعدة نعاود فلندر الفرماج ونعاود لنغلق عليها اللعنة اخوتي بتقولولي لاش مركي مسجلات صن يعني مش مع الفيديو بعد هو كان اذان الظهر يبدا وبما ان المتجد احدانا الخطبة ما قدرتش نحيها يعني قدرتش نخلي الخطبة وهذا هو غدانة انهار اليوم يعني انا كدرت الغداء بعد صورت كملت تغداء والولاد رحت موتيت الفيديو وحطيته والله احد مكتشه يلحقكم هذا الفيديو يمكن يحقكم في مساء اليوم اول يوم السنة الهجرية من السنة الميلادية ولا يحقكم غدوى المهم هذي طارقة الغلق التاعي يعني واللي حبي يغلق بالفرشيطة وكل واحدة كيف تحب تغلق انا هذي اللولا قدتها هكا كما شدوني درت لها الثوقب باش ما تطلع ليش في هذا المقلن التاعي درت لها شوية زيت شوية برك وطيبتها وهناي هذي الثانية كما تشوفو دايما لازم تطيبو شوية الحاولة في المليح هذي الثانية ما تقبتها شوفو كيفها طلعت لي يعني حتى كي تطلع الداخل ما تخافوهاش رايك يتمدلكم باللي حتى الداخل رايكي قاعدها تطيب يعني الهوارة والحقيلها الداخل وبدا تطيب هنا بعد ما طابتوا قصيتها راكم تشوفو فيها شهيتكم في الجنة ان شاء الله خصوصا لمحبي هذي الأكلات السريعة الخفيفة يعني هذا يمشي عشقوا الأولادتان من الطاكوس للشاوية ما للبيزا ليومبورغر هذي الفطيرات هذو يعني أشياء بسيطة وفي متناول جميع ونقدروا نديروها غير مكلفة لا في الوقت ولا في الجهد ولا في المال هذا هو الفيديو التالي يقولكم السلام وختام دائما